CYCI هي منظمة تعمل لتحرير المسيحيين والنساء والأطفال الأيزيديين من أيدي داعش تأسست من قبل ستيف مامان وهو رجل أعمال كندي من أصل يهودي حيث أنقذ حتى الآن أكثر من مائة امرأة من براثن التنظيم مراسل اي 24 نيوز مايل بن أولييل زار كردستان وهذه المنظمة وعاد لنا بالتقرير التالي هؤلاء هم قادة الطائفة اليزيدية في منطقة سنجار الواقع في كردستان شمال شرق العرب أغلبيتهم هنا تقريبا كل الطائفة موجودة هنا قبل عام من اليوم شنت قوات الدولة الإسلامية هجومها الأول على اليزيديين هنا في هذا المكان حيث هزموا القوات التركية واحتلوا هذه المنطقة الجبلية الموطنة التاريخية لبداية الطائفة اليزيدية بدأت قوات الدولة الإسلامية هجومها علينا في الثالث من آب أغسطس عام 2013 ما أردت تصديق ذلك ولم أفكر حتى بالهرب أردت البقاء حتى لو كلف ذلك حياتي سوف أبقى بجانب أهلي وأبناء شعبي وسوف أحارب خسارة المعارك حثت المجتمع الدولي على التدخل ضد الدولة الإسلامية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وهذا التحالف مستمر في القصف الجوي للمجموعات الإرهابية ولكن الضرر كان قد وقع المئات من اليزيديين ذبحوا وأكثر من سبعة ألاف أسر تمت أسلمة الرجال بالقوة ومن لم يسلم تم إعدامه وسبية النساء هذه السيدة أم لطفلين وهي واحدة من تلك النساء تحملت التعذيب من قبل قوات الدولة الإسلامية على مدار شهور عديدة التقينا بها في مخيم كبرات للاجئين في شمال العراق هذه السيدة بنت الثانية والثلاثين عاما تحدثت عن معاناتها لقد تم بيعي لثلاثة رجال مختلفين على مدار تلك الفترة وقد تم إجباري على الزواج من أحدهم أما الأخران فقد استعبدان جنسيا وخلال اختصابي كانا يضربان أطفالي بعد ذلك مرت وقرروا بيعي لعائلتي مرة أخرى هكذا انتهى كابوس هذه السيدة حيث تلقت عائلتها النقود الضرورية مقابل تحريرها من مؤسسة تعمل على الإفراج عن نساء المسيحيات واليازيديات مع أطفالهن المختطفين من قبل الدولة الإسلامية في العراق هذه المؤسسة تم تأسيسها من قبل ستيف مامان كندي من أصل مغربي وسمي شنبلر اليهودي سفين هو أحد أعضاء هذه المؤسسة انضم إليها قبل بضعة أيام فقط وهو كردي يزيدي كان هناك عندما تم تحرير المرأة وطفليها ما كنا لنعطيهم أي نقود لو لم نتكلم أولا مع العائلة وبعدها نذهب لنقطة لقاء معهم على الحدود التركية السورية وفي بعض الأحيان نذهب إلى دنيا القريبة من الموصل إحدى شروط مؤسستنا هو أن نكون حاضرين مع العائلة خلال عملية التسليم لم نكن لنعطيهم الأموال لو لم نكن معهم والسبب أننا نحتاج للتأكد أنه تم اختطاف أحدهم وللبرهان يتم تصوير اللقاء تقول المؤسسة أنها أنقذت أكثر من 130 شخصاً لكن على هذا الرقم علامة استفهام من قبل البعض حيث يعتبرون هذه المؤسسة غير شرعية مدعين أنها بنشاطها هذا تمول الإرهاب ولكن هذا غير مهم لكل تلك النساء المحررات وأطفالهن فبالنسبة لهن لا ثمن للحرية